عبير راشد بتسأل بتقول من فضلك ابني عنده سبع شهور وعنده حساسية ألبان ألف سلام عليه منذ الولادة وكان بيرضع صناعي وطبيعي وبطل الصناعي والطبيعي مش بيشبعوا لوحده أبداً أبدأ طعامه من سن كام وعوضوا بكالسيوم إيه بدل اللبن والزبادي طبعاً أنت هنا في السن المسموح أنك تبدأي الأكلات الخارجية من أغنى المصادر بالكالسيوم زي ما قلنا الخضروات ذات الأوراق الخضراء والسمسم تمام؟ دي من أغنى المصادر بالكالسيوم طبعاً بخلاف المأكلات البحرية أو السمك يعني إيه؟ يعني تقدري أنك تجيب قطع من السمك اللحم الأبيض بتاع السمك اللحم الأبيض ده اللي هو المسلوق اللي هو زي اللي بتعمل في شربة السمك خلاص وتضربيه كويس قوي 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 وتدي للطفل هيكون مفيد جداً جداً كمستوى كالسيوم الخضروات بيحصل فيها نفس الحكاية يعني ممكن تجيبي خضار ورقه يعني أخضر تمام؟ وتبتدي أنك أنت تضربيه يعني تضربيه بمية أو حاجة زي كده خلاص البزور برضو بتاعت السمسم دي بتطحن يعني دي الخضروات الخضراء دي مهمة قوي أي خضار يعني الجرجير السبانخ أنا بقولك هو الجرجير السبانخ البروكلي الحاجات دي كلها فيها كالسيوم عالي جداً جداً طيب أعملها زي اللي طفل عنده سبع شهور بتجيبي مثلاً بروكلي أو بتجيبي سبانخ خلاص بتسلقيها سلقة خفيفة كده بتجيبي السبانخ الصغيرة دي خلاص وبتسلقيها وبتبتدي بتحكتي عليها كمية بسيطة جداً من المية اللي هي تسلقت فيها دي خلاص ويه تضربيها يعني تبقى زي المعجون كده خلاص دي بتفضل محتفظة بقيمتها الغذائية وفي نفس الوقت مفيدة جداً جداً لو جبتي السمسم وتحنتيه خالص سمسم مطحون وضفتيه على هذا المكون بيكون جميل جداً جداً لو جبتي بقى الاتنين دول وحطتي معه بحطة سمكاية ده يبقى عظيم جداً جداً وهكذا الأسئلة كتير قوي بس أنا أخد آخر سؤال نونة بتسأل هل أكل الجزر يومياً لطفلة أقل من سنة غلط أكل الجزر كويس بس مش لازم يبقى يومياً لسبب بس هو الجزر مفيد جداً مفيد فيه بيتا كاروتين لو فيتامين ألف كويس قوي قوي ولكن هو صعب الهضم يعني الجزر من المواد الغذائية اللي بتتخدم بصعوبة فمش لازم كل يوم يعني بيتسلق وبتهرس وكويس بس النوع يعني مرة جزر مرة كوسة مرة خضروات أخرى وهكذا إنما هو من حيث الخطورة لا مفيش خطورة ترجمة نانسي قنقر